الثقافة في مواجهة العنف موضوع آخر ضمن سلسلة المواضيع الثقافية التي نقشت أمس بين عدد من المثقفين المغاربة والمغاربيين في إطار الدورة الحادية عشر لمهرجان تويزا بمدينة البغاز تنجا إسهام ديالي في هذه الندوة كان هو عرض كي وضح علاقة التقافة بالعنف وكي وضح أيضا الأساليب ديالا استعمال التقافة في مواجهة كل أشكال العنف سواء العنف الرمزي أو العنف المادي المباشر واعتبرنا كحصيلة ديالهد الندوة بأن التقافة هي في جوهرها مضادة للعنف لأنها إنسانية المنزع واعتبرنا أيضا بأن التقافة يمكن أن تفيد في مواجهة كل أشكال العنف المتصاعدة والتي هدفها هو تنمية المجتمع أو محاولة فرض الفكر الأوحد على الجميع وإقصاء الاختلاف وإقصاء المواقف النسبية والمتعددة خلاصة المدخلة هو أن لمحاربة العنف يجب ترسيخ ثقافة الحوار وثقافة تقبل الذات وتقبل الغير في المنظومة التربوية في النصوص المستعملة لتلقين اللغات الوطنية أو اللغات الأجنبية لأن الترسيخ هذا التعرف على الآخر وتعرف على النفس ينمي ثقافة التسامح وعندما ننمي ثقافة التسامح فإننا نبتعد عن ثقافة العنف ونحارب العنف بذلك سبل محاربة العنف وتكريس ثقافة السلام والتسامح بين الشعوب وآلية تذويب الخلافة الثقافية مع الحفاظ على التنوع الثقافية موادع وأخرى آثرها المتداخلين الذين أجمعوا على أن العنف صحيح أنه غريزة بشرية إلا أن تطويعها ضرورة ملحة وراء النوع الثقافية في بداية